ايه اللي بيحصل ده؟ قال يوسس ايه نجم المنتخب السنغالي السابق ويمدرب المنتخب السنغالي الحالي بيصعد كمدرب وكلاعب للدوري التاني في بطولة كأس العالم ومن المفارقات هنا انه بيكسب ويتأهل للدوري التاني بعد الانتصارات الكبيرة دي بيصعد كقائد اولا وكلاعب في الفين واثنين وبيصعد كمدرب وصعد ببلاده لمنديالين مختلفين ومحقق مع بلاده بطولة امم الفقية لأول مرة بالتفوق على المنتخب المصري عشان كده هو استحق التواجد على الحساب المنتخب المصري لما تحقق انتصارات على الكوادور ويتقدم اداء جيد كمان قدام المنتخب الهولندي رغم انه ما كانش مرشع على الاطلاق هولندا يعني ما كانش افضل حالاته بس انت عملت قدامه شوت اول ممتاز جدا جدا وتتفوق على المنتخب القدري ما كانش في افضل احواله لكن برضو انك بتحقق الانتصارات دي رقم مهم جدا جدا قال يوسيس ايه مدرب المنتخب السنغالي هو اعتقد اول لاعب او اول افريقي يحق التأهل كمدرب وكلاعب وكمان يقود بلاده كمدرب في منديالين على التوالي عقيقة ليوسيس ايه يستحق كل الاحترام ويقدم مشوار يأكد فيه ان المدرب الوطني مهم جدا جدا زي ما كان وليد الركراكي مع المنتخب المغربي يحقق ارقام مهمة جدا والانتصار على المنتخب البلجيكي بنتيجة هدفين نظيفين يأكد برضو ان المدرب الوطني مهم وافضل بكتير من المدرب الاجنبي مع الاختلاف بقى في السيرة الزاتية والخبرات شكرا للمنتخبات العربية ومدربيهم الوطنيين اللي بيقدمونا والمنتخبات الافريقية كمان اللي بيقدمونا منديال عظيم جدا 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 شكرا للمشاهدة